يعني حضرتك وصفت حرب اكتوبر وكأنها نزه وحضرتك كنت قائد سرب وحركة عندك تقريباً 23 سنة تقريباً يعني فعايزة أتكلم أنه ليه حضرتك وصفتها بالنزه رغم أن دي حرب وكان فيه يعني مسؤولية كبيرة على حضراتكم وكمان إزاي حضرتك كنت في هذه السن إلى حد ما صغيرة قائد سرب شوفي حضرتك حرب الاستنزاف كانت هي المديانة الخبرات وهي لدتنا التكتيكات أو الأساليب اللي احنا ندرس بها العدو لأن احنا أول حاجة كنا عايزين نعرف عليها أن العدو ده مستوى قد إيه وكفاءة قد إيه علشان نستطيع أن نصل إلى المستوى اللائق اللي هو تخلينا ننجح فيه المعركة اللي هي بتاعت 6 كتب فبالتالي ده كان تدريب عالي جدا واقعي واقعي ليه لأن الاشتباكات كانت كل يوم ما كانتش في حرب اكتوبر احنا قلنا مثلا شهر كنا بنحارب لنما احنا كان كل يوم كالتشكيل القتالي بتاعنا اللي هو في قاعدة المنصورة هو مسؤول عن حماية العاصمة السياسية والجيش التاني والجيش التالت والقوات الجوية وبأفرحها والبحرية فاحنا بنشتغل ليل مع نهار سلما أو حتى في حالة السلما بس طبعا غير حالة الهارب بس في حالة استعداد دائم ان تطلب في دقائق قليلة انك تكون موجود اذا حجم المجهود اللي كنا بنبذله للتدريب والتدريب الواقع من خلال الاشتباكات اليومية اللي احنا فيها صحيح حصل فينا خسائر وحصل فينا شهداء كتير لحد وقف اطلاق النار كنا فعلا اكتسبنا خبرات ولكن كانت تمن كبير جدا مع الناس الشهداء فدي جزء كان هام جدا عشان نكتشف ان اسرائيل او القوات الجوية اللي هي اليد الطويلة او الزراعة الطويلة اللي هي بتستخدمها هي وسلاح المدرعات بتعتبر ان دول السلاحين الرئيسيين اللي هما بيكتسبوا بيها المعارك ولما بنشوف المعارك بتاعت مسلا 67 وكيف سقطت الجبهة عندنا بنقول ان فكرة الاختراق السريع والوصول الى النقطة الخط النهائي